بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا النهاردة بنتفقد بيوتنا ونبص على البيوت وإيه اللي فيها اللي عنتكلم عنه النهاردة محتاج ان احنا نهدى شوية لان اصلا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه موضوع الناس بيعتبروه حساس وهو مش محتاج انها تبروه حساس يعني حضرتك وانت سمعاني دلوقتي وحضرتك وانت سمعاني دلوقتي لابد ان احنا نفهم ان احنا نتكلم عن حاجة المفروض ما كانتش نعمل لها حلقة ونتكلم عنها لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نوزع من شيء الا شانة وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الانف فالاساس ان الشرع الشريف ما فيوش فكرة العنف ان انا اعود بقى واجهت كلمة النهاردة في حلقة عن العنف الاسري اللي هو وباء ممكن يصيب افراد الاسرة جميعا وكل واحد من افراد الاسرة ممكن يحصل وينتقل وهذه العدوى عدوى العنف العنف يا سيدة لابد ان احنا نعرف ان هو ما بيجيش في لحظة الشخص ينشأ لابد ان هو يعلم ان العنف جريمة لازم الطفل من هو وصغير كده يعرف ان العنف ده جريمة ايا كان شكله سواء عنف عاطفي عنف اقتصادي اه في حي يسمع عنف اقتصادي اه في حي يسمع عنف اقتصادي عنف اقتصادي ان واحد يخلي يزل واحد ماليا يمنع عنها المسألة فيخليها تتحس ان هي يعيني مهانة ففي عنف اقتصادي اه في عنف اقتصادي وفي عنف اجتماعي الواحد لما يهين حد في وسط الناس وفي عنف كمان ذاتي ان الانسان يعنف الانسان ويبقى هو نفسه ممكن يعنف ذاته الواحد لازم يتربى انه في ذاته لازم يكون شخص ماله متربي شخص ركن من اركان شخصيته الهدوء لكن فيه ناس بتتربى على انه ركن من اركان شخصيته الشدة والعنف فيتربى من الاول خالص على نزع الرحمة من قلبه زي محاضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وما املك لك ان كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فيه ناس بتتربى على انه تتنزع الرحمة من قلبه واحد بيرب ابنه تحت مسمى انه بيربيه على الرجولة وهو في الحقيقة مش بيربيه على الرجولة بيربيه على المهنة إن الشكل ده مش شكل من أشكال الرجولة العنف مش شكل من أشكال الرجولة إنما بيربيه على إنه يكون لي إيه اللي حاصل تطبيع مع الأزى مواخد على الأزي سواء أخذ على الأزي أو أخذ النواية إيزي أو أخذ النواية إيزي صحيح إنه سمينا الأزى ده إنه هو عشان ينشف بس هو مش حقيقة مش عشان ينشف عشان يبقى عنيف احنا بنخلي اولادنا يتطبعوا مع العنف ولو بصنا على العنف احنا عندنا شوية مصادر انا بسميها المبررات المتوحشة لتبرير العنف زي مثلا ضعف الوزع الدين وسوء الفهم للدين زي سوء فهم قولي تعالى فعبهن وهجرهن في المضاجع واضربهن فيبقى الضرب في بعض الاحيين عند بعض الناس ان هو من انفع انواع التنفيذ الحقığı الاسرية فيرى انه هو من حقه العنف عاوز بالله لأ وكمان بتزيد بقى الطين انه هو يعتبر دوت ايه انه يعتبر دوت حق بالشرع بالدين الدين هو اللي قاله يضرب فما يضربش ازاي على فكرةymmنا ابتكلم عن عنف الاسر انا ما بكلمش عن عنف الاسري بس اللي هو العنف مبين من الرجل للمرأة بس انا بكلم كمان عن عنف من المرأة للرجل وعشان كده بقول لا يجوز ان الرجل يتجاوز مرأة عشان نربيها واحنا طبعا عندنا من ادوات التربية الضرب فبما انه هيتجاوز عشان نربيها وخاصة لو كان فيه فرق في السن بقى فرق في السن فهو هيحس ان هو ايه ابوها يقدبها يعني ويربيها ويستخدم الضرب اصلا اقول لكم حاجة اسوأ من كده ساعات مما بيبقى فيه فرق في السن ما بين المرأة والرجل ساعات في بعض الاحيان بتحس ان هي عندها جرأة ان هي ممكن تمارس مع العنف وتضرب فالضربة هنا نوع من انواع في الشرع الشريف في الآية نوع من بيانة الغضب الشديد وليس معناه الازى للازى الجسدي والازى النفسي لان مين اللي فسر لنا القرآن الكريم باخلاقه وبحياته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتقولي السيدة عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط يعني رسول الله ما عملش كده على الترابيس عمره ما عمل كده عمره ما عمل كده حضرة النبي فرسول الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط لا خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا الا ان يجاهد في سبيل الله اشتركوا في القناة